السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى في مطبخنا السوس اليوم سنقدم معكم الرايا في الطاجين نحن متعودين نديرها قلية اليوم سنحضرها معكم في الطاجين رائعة هنا نحتاج الرايا بنسبة العطرية نحتاج الملح خرقوم بزار الكامون هنا نحن سودانية ثومة سكنجبيل خضرة ورقة سيدنا موسى والربع شوية الزيت البرم قطع وطاجين هنا كنناخدو الرايا كنصر لها نصف حمضة من بعد كندير عليها العطرية ثومة السودانية أو الهريسة نحن نصف حمضة موسى هي كتكفي باش يجي طاجين لديد بزاف احنا كنناخدو الشرمولة وكندوزوها على الاطرف ديالا الراية كاملين احنا نسيت الربيع كنضيفوه كنحاولو نديرو الشرمولة في الاطراف ديالراية ونخليوه يسترح واحده على الاقل واحد من الساعة قبل ما نديرو هي طيب هنا كناخدو الطاجين ديالنا كندوليها العوال ديال ربيع ورق سيدنا موسا شوية الزيت هنا ريا كتحتاج شوية ليدا موسا شوية الزيت هنا كنديرو البرو وكنسيت وفتاجين من بعد كنسيت وعليه الريا ديالنا طاجين سهل ولكن لديد بزاف مكونات بسيطة ورايا رحيصة كنت من تجربوه موسا شوية الزيت وتردو اللي افتا عاليق علاش الله تقولو لي اللي جرباتو تقول لي كيف جاها مهنا يا كنضيفو شوية الزيت العود كي ما قلت لكم سابقا الريا كتحتاج شوية ليدا وهناك نحطو الطاجين ديالنات كي يقرر بالوقت ديال غدا حتى ما كي ياخدش كي ما ديك لكم ما كي ياخدش الوقت ومن الاحسن إلا كان عندكم الفاخر كتديرو فوق الفاخر كيعطي مدق آخر هنا يقدرنا فوق البوطة وكتشعلو عليها عافية مهيلة هناكي شهي وكنخليو التكيي تتعلك نايا فاجين ديالنا نمع لك كي بان لديد لديد بالزات كنت منها تجربوه واللي جربتو تحطي يفتع علق ديالها كيف جاها شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة